أول قرار تحكيمي في مباراة العربي والجهرة نشوفه مع بعض في موقف تسلل في أول خمس دقائق لا 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 ما رفعوا يدين ملعبين ما فيه شيء وتعثر بالكرة وتعثر وش اسمها شوتها روح القرار اللي بعده نحن بس طقت حطها باش تبي ركلت الجزال الجهرة رحمد بلنتي 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 هذه الأمور اللي نقول لنهت كيتا يترك بلنتي ركلت الجزاء واضح ما عليها قبار روح اللي وراها الحكم قال شيء اللي ورا القول كرت هذي فيها فيها أصفر واحتمال أحمر بعد فيها أحمر فيها أصفر وفيها أحمر بعد محمد فريح وصونا لكن هذه فيها كرت أحمر هذه فيها كرت أحمر هذه يعني الكبتم حمد فريح خليت قبل مني أنت لاعب خفرة لاعب كبير هذه الأمور ما تطلع منك يعني أمالة وخذاها بالخبرة يعني هذه كرت أحمر هذه نحن اليوم اللي نتكلم عن عن تمركز الحكامي اليوم ماضح هذه كرت فيها كرت أحمر فيها نحن نقول يعني أنت لاعب خفرة لاعب كبير الحركة هذه ما مبارك أي لا هي فيها كرت أحمر لكن نقول شوف مع الاندفاع ترى مع الاندفاع ممكن رايح 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 فاول ماحط لا لا فاول هذي للاستعبلي فاول هذي فاول عادي شوفوا طبعا وهو فاول بس ما يستعقل ذارة لا لا ما يستعقل ذارة لكن عبدالله الشمال يمثل شوي فيها العبد هاي العبد فاول عادي يعني قلت شوف طيحت عبدالله بس مخرجنا تقوله واحد مصوبينه كنا مرامينه طيب إذا كان اللاعب شوف يعني شوف شوف شون طايعا شوف شون طايعا شوف شون طايعا والله مصوب طيب